اشتركوا في القناة المفروض ان البيشن دي هتبقى ستي يعني فاحنا المفروض الشيت تبقى عارف بس انما يعني ما تتسائلش فيه اللي هو حرفيا كده اسئلة تكتبها بس هي كمحضرة هي عليكم هنبتدي بأول حاجة هي الانترو دكشن في العموم كده المفروض ان الهيسري والإجزامينيشن دي يعني احنا مش بنقسمها لكذا حاجة مش بنخصصها ولكن هي شوية اسئلة طبعا احنا لها علاقة للحالة بنسألها عارفا نعرف هي جاية شكويتها ايه بالضبط طيب الانترو دكشن بتاعتنا بتتكلم انه في العموم او في العادي الهيسري والإجزامينيشن مش بيتقسموا كده لكذا قسم او كذا حاجة اه لا خلص هي مجرد اسئلة احنا بنسألها بنعرف من البيشنت هي شكويتها تبقى ايه اه ايه 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 البيين اللي بتحسوا اه اه وريليتد للابستاتريكال او كينيكولوجيكال بتاعها احنا طبعا بنعرف هنعليجها ازاي تمام طيب هو بي فالاسئلة دي تعتبر ان هي بتكون جزء جزء من الاسساسمنت بتاعنا اا لاي استطيطة طبعا موجودة في kulm ايه 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 بيشنس طيب تاني حاجةELLER تاني فبالتالي مش كل المشاكل طبعا هنلاقيها موجودة له ايه هتبقى يعني ليها علاقة بالامراض النساء والتوليد مش كل المشاكل اللي هنلاقيها عندها ليها علاقة بده لان هي بتبقى يعني ممكن تكون مثلا والدة من مثلا اربع خمس شهور بس هي تعبانة عندها بين مثلا في البرينين بس ما هو ما لهش علاقة مثلا بانها كتولدة في حاجات كده معينة انتو هتعرفوها لما تقفوا مع بيشنت او تتعاملوا مع بيشنت بس المهم ان انت تاخد فول هستري المهم عندك ان انت تاخد ايه فول هستري ليه عشان ده هيعرفك هل انت اساسا انت انت كده ماشي في الاتجاه بتاع الجينيكولوجي او ولا انت ماشي في اتجاه تاني خالص من روش دعوة بالامراض النساء والتوليد تماما فاحنا عشان كده بناخد فول هستري تمام هنعرف طبعا اجزاء هنعرف بيتقسم وانواعه والاسئلة اللي احنا بنسألها وكل ده طيب نكمل في الانتردكشن حاجة انت لما طبعا تقابل البيشنت لأول مرة المفروض دي بديهيات ان انت طبعا تقدم نفسك عشان تكون مور فاميليار معاه تعرف اسمه دي اول حاجة تقوله انت مين المفروض ان انت برضو انت هتقوله انا جاي اشوفك وجاي اتطمن عليك وجاي هنعمل كذا مثلا انتمرين هنعمل كذا حاجة تعرف منه لازم تسأله لازم لازم تاخده دي مع المريض ده اول حاجة ده مش بس في الجينيكولوجي ده في كل حاجة تمام المفروض ان انت برضو تبقى واخد بالك هل هو قاعد مرتاح الوضعية بتاعته عاملة ازاي او هل هي قاعدة مرتاحة الوضعية بتاعتها عاملة ازاي هل الوضعية معينة بتقلمها فتعدل لها الوضعية بتاعتها ده مبدئيا يعني الحاجات دي كلها كده مبدئيا قبل ما تدخل في الاسئلة بتاعتك قبل ما تسألها المفروض ان انت كبديات ان انت تدخل تقدم نفسك تقول لها احنا النهاردة فريق العلاج الطبيعي جايين نشوفك جايين نتطمن عليك وهكذا عشان برضو ما تخلقش عند البيشنت اللي قدامك انطباع سيء في اي حاجة في اي تعامل في اي حركة فتكون مخلي بالك تمام فدي الانتروداكشن بتاعتنا سهلة وبسيطة ما فيهاش اي مشاكل الطيب هنبدأ بقى بالشيت الشيت دى اللي انا باخد في ايه Al future وبيخد في ال physical examination ال shit بين اسم history و physical examination history دى اللي هو بغضو الكلام يعني انا بسألها اسئلة وهي بترد علي انما ال physical examination دى اللي انا باعمل على بطبقول عليها بايدي ال physical examination طبعا بيتاسم لكذا حاجة دا انا بعرف بقى انا عايز اعرف فياء هو مكان الوجع فين عايز اعرف هي شكوتها جاية منين بالضبط لا ده انا بقى بعمله بالفزيكال اجزامناش طيب هنبتدي بالهيستري الهيستري بيتقسم لتمن حاجات هناخد كل واحد منهم لوحده اول حاجة اظن سهلة يعني اسمك وزنك وعنوانك والكلام ده كله هنقوله برضو الدياجنوزز الدياجنوزز ده تشخيصي يعني هي اصلا عاملة ايه وايه الحاجة بعد التشخيص دي مسببالها القلم تمام الشاف كومبليم بقى دي الشكوى بتاعتها الرئيسية اللي مدخلها المستشفى او اللي جايبها هنا او اللي جايبها العيادة تمام فيه البيزينت هستري يعني هي هل عندها اي ديزيزز حالية هل عندها اي مشاكل تانية غير انها مثلا نورمال ليبر سيدريان سيكشن او الكلام ده كله باخد طبعا الباست ميديكال سيرجيكال هستري كتعملها اي عمليات قبل كده كتوالده كم مره قبل كده وهكذا فاميلي هستري طبعا ساعات في امراض ورصية كتير وفيه بقى حاجتين دول الزيادة ودول المهمين يعني هيستري خاص بامراض علم التوليد وجايناكولوجيكال هستري ده خاص بعلم امراض النساء ماشي اولا يعني علم التوليد و جايناكولوجي علم امراض النساء فاحنا عايدين نفرق تمام فالابستيتريكال هستري لما اقول علم التوليد ده 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 الناس اللي مين ده وليس الستات اللي ولده اكيد كلهم يبقى هتستثني منهم مين الستات اللي مولدتش الستات اللي مدخلتش مثلا ما حصلهاش بريجنانسي وهكذا. او مش ما حصلهاش بريجنانسي بمعنى اصح عدد بمرحلة الليبر تمام ده الاوبستاتريكال هستري جاينا كل شيكل طبعا يشمل كل ما يخص امراض النساء اللي موجودة يعني تمام هنبتدي اول حاجة بال بسألها عن حالتها الاجتماعية متزوجة يعني مش عايزة حد يبقى شايف ست مثلا ولده ولا حامل ولا كده ده يعني اللي على سبيل الهزار ويقولها انت متجوزة مش عايزة كده خلص فانها بتحصل كتير اولا الحاجات دي مش كلها انت بتاخدها لانه غالبا البيشنت ما بيبقاش الست بالذات اللي بتبقى والده ما بتبقاش طريقة نفسها يعني هي بتبقى روحة فمناخرها فانت مش هتدخل عليها تقول لها انت يعني حالتك الاجتماعية ماشي طب ما هي والده يبقى اكيد متزوجة مثلا طيب مش هتدخل تقول لها انت عنوانك فين انت بتشتغلي ايه لا انت هتسألها الاسئلة المهمة اسمك سنك تمام انتي ولده هنا مثلا بقى لك قد ايه كل الكلام ده انما دي حاجات البرسونال اللي هي الادوكيشنال ما هو انت ممكن تسألها بس بعض ما تبقى مثلا ايه يعني متطمن ان هي هتتجاوب معاك وان هي فايقة وان هي كويس لكن اغلب الستات اللي بتبقى والده ما بتبقاش طيقة نفسها حرفية وانت طبعا تختصر تسأل عالاسم والسن ده اهم حاجة دول اهم حكتيه طيب اه 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 لسن طبعا عشان فيه احنا عارفين ان فيه حاجات خاصة بالبنات اه اه في سنين معينة اه 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 بتيجزز معينة بتيجيزز معينة بتيجيز برضو في اجزز معينة فعشان نبقى عارفين. تمام تاني حاجة اه عندي حاجتين مهمين قوي في قبل ما نقل على اللي بعده. عني هيسمها وده اللي يهمت كله في الجرافيديتي والبرايتي. يعني عدد المرات اللي حملت فيهم. حملت بس. يعني ممكن تكون حملت وحصل ابورشن. ممكن تكون حملت ولدت. ممكن تكون حملت مثلا ولدت وحكذا. احنا ما عملناش دعوة. يعني احنا ما حاجة ان الجرافيديتي دي عدد المرات اللي حملت فيه. طيب. يعني ايه? يعني 28 اسبوع. يعني ايه? يعني عدد المرات اللي ولدت فيه. ولدت ان يكون اكتر من 28 اسبوع. ليه? لان لو 28 اسبوع طبعا يبقى ايه? يبقى ابورشن. طيب. يبقى اجهاضية. يبقى الجرافيديتي عدد المرات اللي حملت فيه. number of times of pregnancies. والبرايتي number of times of delivers اللي ولدت فيه. ولدت ماتيور بيبي. تمام؟ اكتر من 28 اسبوع. طيб. ستة واول مرة تولد بسميها بسميها ايه? بسميها ستة الاول مرة هي تحمل. قصدي بسميها برايمي جرافيدي تصدي بسميها برايمي جرافيدي طيب و لو كزا مرة حملت بسميها مالتي جرافيدي دي مش عليكوا بس انا باقولهالكا. البرايتي يبقى ستتerdings مرة تولد برايمي بارا. وولدت كزا مرة مالتي بارا. وممكن اقول عليها مالتي بارس. في بقى حاجة اسمها النولي بارس. دي اللي هي ما ولدتش ولا مرة. طيب. نجي بعد كده على الدياجنوزز. الدياجنوزز هو مش مكتوب لك في حاجة. ولكن انا هقول لك الدياجنوزز احنا لما بنبقى في الشيت او معنا الشيت ودخلين على حالة احنا بنعمل الدياجنوزز ازاي? اولا الدياجنوزز بيبقى عبارة عن كزا حاجة. تمام? يا اما اا اا نورمال ليبر. يا اما نورمال ليبر وطبعا احنا قلنا يعني ايه? ان احنا عملنا في البرينيوم. تمام? عشان فاسيليتات الايه? الفيتا الحد ان هي ايه? ان هي تطلع. طيب يبقى ده ممكن بقى افصص بقى ايه. ممكن اقول ابر سيجمين 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 نورمال ليبر نورمال ليبر وذ ايبزيوتومي وهكذا. تمام? هو ده الدياجنوزز. هي الست جاية. اا 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 يا والده طبيعي يا والده قيصري. وغالبا ده طبعا اا اا في ناس فيه التاب تبقى جاية هتعمل عملية او هتعمل استقصار رحم او مش والدة خالص. تمام? طيب. اا ده الدياجنوزز. طيب نيجي بعد كده على اا اا او اللي هي الشكوى الرئيسية بتاعتها. انت شكويتك ايه? انت جاية هنا عشان انت تعبانة. طيب انت بقى تعبانة من ايه? اول حاجة اا المفروض ان احنا ده هيبقى في يعني حاجة مرتبة كده. بالوقت ايه انت جاية ليه? يعني هل انت بتعملي ده كشكل دوري يعني انت جاية هنا مثلا عشان انت بتعملي على طول. اا ولا اا انت جالك يعني جالك حاجة واجع مثلا او حاجة اا مفاجئة كده انت مش انت كنت قاعدة فلاقيتي نفسك تعبانة. زي مثلا ابنامنا البين او وهكذا. تمام? انت الاول بتسألها الاسئلة دي. وبعد كده طبعا هي بتبتدي تقولك انا مثلا عندي كذا. لو هي نورمال ليبر مبدئيا لو هي نورمال ليبر ده هنكمل في تشاف كومبليين. لو هي نورمال ليبر غالبا غالبا هيبقى البين اللي جاي لها من البرنيم. لو هي نورمال ليبر بزياطمي كمان. ليه? لان البرنيم احنا قلنا ان هو بيتعرض لتروما. تمام? اثناء الكراوننج. اثناء النورمال ليبر. الكراوننج دي قلناها ان الهج بتاعت الفيتس بتبتدي انها تنزل في البلفيك انلت. بتبتدي انها تنزل في الحود بتاع المادر. بتبتدي انها تطلع بقى. تمام? تبتدي انها تطلع من ايه? من الفاجاينا. طيب. اثناء المرحلة دي احنا قلنا ان لازم نبقى عاملين سابورت كويس جدا. لمين? ليه? البرنيم. عشان ما يحصلوش هيدن لسيريشن. ما يحصلوش اي تير. طيب. الست اللي هتيجي بقى تشتكي ممكن تكون لو هي نورمال ليبر بزياطمي غالبا هتبقى بتشتكي من اكيوت برينية البين. ده اول حاجة. طيب. ممكن تيجي بتشتكي طبعا من الافتر بين. الافتر بين ده اللي هو ايه? الافتر بين ده اللي هو الوجع اللي بيجي طبعا هو بيبقى اكضامنا البين. تمام? وده بيجي بسبب الانفليوشن بتاع اليوترس. يعني اين الانفليوشن بتاع اليوترس? مش احنا الست وهي حامل مش بتوقف اثناء الناين منتس بتوعها. المفروض ان اليوترس بيكبر بيوصل بقى يعني لحد ما البيبي بيبقى ماتيور بيكتمل طيب. هو بيوصل واليوترس بيكبر جدا بيبقى وكل حاجة وانويت كمان. ده بيبقى وزنه كيلو جرام واحد بدون وزن البيبي. طيب. اه المفروض بعد الولادة يعني ده كله يبتدي انه هو ايه? ينزل. يبتدي انه هو يخس. يبتدي انه هو اليوترس يرجع لطبيعته تاني. ولا هي هتفضل كده طول عبرها? لا مش هتفضل كده. فلما بيحصل النزول ده او اللي هو الاعادة اللي هو وضعه الطبيعي هو اسمه تمام? بتاعي اليوترس ده بيسبب وجع والواجع ده اسمه تمام? اللي هو الواجع في البطن واللي اسمه ايه? فالأفتر بين خاص بالانفليوشن بدا يوترس بس. تمام? انا بس احب اقول لكم بتمشي ازاي? يعني انت هتسمع غالبا هتسمع ايه? فانت غالبا مع النورمال ليبرر بتسمع كده. السيزيريان ساكشن طبعا هتسمع انها عندها واجع مكان الجرح. انها عندها واجع في العضلات. عندها ديستيزيس كبير في المسلز. اللي هو يعني العضلات طبعا تفرقت عن بعضها كده وان انهما بيفتحوا في البطن وهكذا. دي ليها علاج ودي ليها علاج. اه هنعرف كله. دلوقتي في البريزنط هستوري. ده ممكن يكون عندها بين. الأنسط بالبداية. ممكن يكون البداية دي صادن يعني مفاجئة. تمام؟ أو Gradual Gradual يعني ايه؟ يعني بالتدريج ماشي؟ طيب الكورس يعني ايه؟ يعني هل الـ Pain ده بيزيد معاك ايه؟ ولا بيقل؟ Progressive يعني بيزيد وRegressive يعني ايه؟ بيقل تمام؟ طيب مدته قد ايه؟ Excerinating Relieving Factor ايه الحاجات اللي بتعمليها؟ بتزود الـ Pain وايه الحاجات اللي بتعمليها بتقلل الـ Pain تمام؟ لكل ايه؟ لكل شك وليك المفروض ان انا اسجل كل ده طيب داني حاجة في هي انه او احنا كده لا اخلصنا طيب اخر حاجة بقى هنا في السلايد دي لازم طبعا تسألها انتي كنت نعمل عمليات قبل كده انتي مثلا عندك اي مشاكل في اي حتة جسمك لازم تسألها الكلام ده انتي عندك سكر عندك ضغط عندك كان عندك اي مشكلة من المشاكل دي لازم تسألها طيب اي حاجة في الغدة المفروض ان احنا شهد بكارفولي هل هي بتاخد اي انواع من انواع الادوية مهدئات مسكنات كل الكلام ده المفروض ان هي تبقى اي ادويت سيولة كل الحاجات دي المفروض ان انت تبقى اي سألتها عليها طيب اي عملية قديمة هي عملتها واي اي اي مشكلة خاصرت في الاسباين او حصرت في البلفس او حصرت في الاي في الباك طيب طيب دلوقت هنتكلم بقى في الفاميلي هستري الفاميلي هستري ده اللي هو الحاجات اللي موجودة طبعا في العيلة الامراض اللي موجودة في العيلة او الامراض الورصية اللي ممكن ان نيكسبكت انها تجلب زي اي زي طبعا الفيتال ابنورماليتز زي الجيناتك كونديشنز زي الفيرست اللي هي الفيرست دجريز اللي هما اقارب الدرجة الاولى تمام الامراض الورصية طبعا او الامراض الورصية طبعا او الامراض الجينية تبقى وراسة ماشي زي طبعا السرطان سرطان السادية او كده التوينز يقال ان هي حاجة وراسية ان الست اللي عندهم توينز في العيلة مثلا اللي بعدها مثلا بتخلف توينز ولكن دي مش يعني مش حاجة على اساس علمي ولكن هي بيقولوا ان هي ايه التوينز ممكن تكون وراسية البريكلمس هي طبعا الضغط العالي ولكن ده اثناء الجستشن اثناء الحمل بيبقى وراسة الاجستيشنال ضيابيتس السكر بيبقى وراسة وسواء برضو في الحمل بيبقى وراسة ممكن يكون ليه عنصر ايه وراسي يعني فاميليا الاليمنت تمام تسألها طبعا عن كل ده هل عندك مرض وراسي هل حد في العيلة من اقرب الدرجة الاولى عنده اي امراض حد من العيلة عنده لقدر الله سرطانات من انواع السرطان السادية او هكذا وايه وبتكمل معاه في الاسئلة دي طيب حد عندك في العيلة والد توقم وهكذا طيب بعد كده عندي اهم هستري هو الابستاتريكال هستري طرى ما قلت ابستاتريكال يبقى خاص بعلم التوليد مالوش دعوة بعلم امراض النساء انا دلوقتي هسأل الست اللي والده او اللي ولدت او اللي في مرحلة الولادة طيب طبعا كل ومن ليها دي اللي انا المفروض هسألها عن الابستاتريكال هستري تمام طيب اول حاجة بسألها بقولها انتي بتاعتك ايه يعني وانتي حامل انتي نيتل يعني اثناء فترة البريجنانسي انترا نيتل يعني في مرحلة الولادة يعني وهي بتولد بوست نيتل بعد الولادة انتي نيتل دي اللي هي اثناء التسعة شهور بتويل البريجنانسي فانتي هل عندك اي كان عندك اي مشاكل وانتي حامل جاتلك اي مشاكل زي بلاسينتل ابرابشن زي البريجنانسيا الضغط العالي زي الكونجينتل اي مشاكل كونجينتل يعني منذ الولادة كده معاكي ولا لا طيب هل عندك بريفيوس بوست نيتل كومبليكيشن يعني انتي بعد ما ولدتي حصل لك اي كومبليكيشن بقى طبعا البريجنانسي ساعتا ان هي بتكمل معها طبعا يفضل ضغطها عالي هل عندك بقى ضغط عالي هل لسه تعبانة هل عندك مشاكل معينة ولسه موجودة وحصل كومبليكيشن بعد الولادة ولا لا طيب الماثود دوليفري اللي هو انتي ولدتي سيزيريان سيكشن ولا ولدتي نورمال ليبر ماشي طيب الماثود أو فيدينج اه ده ريزون فور انا أوبريتف ديليفري يعني ايه يعني انتي دلوقتي كنت دخلت ولدي طبيعي بس حصل مشكلة وولدتي قيساري طبعا طبعا السيزيريان سيكشن الريزون بتاعتها او الكوز بتاعتها كتير زي منها مثلا سفاله بيلفت درس بروبورشن زي منها انتي يبقى عندك بيلفت دستوكيا حاجات كتير تمام ان هي يكون عندها بريكلامسيا وان هي يكون عندها ديابيتس أو كاردياك ديزيز حاجات كتير اهمها طيب ان انا بسألها انتي كنتي دخلت اعمالي انتي كنتي هتولدي طبيعي بس الدكتور قالت اولدي قيساري ايه السبب انت تسألها الريزون فور او بريتف ديليفري انتي اولدتي دلوقتي سيزيريان سيكشن تعرف منها سبب السيزيريان سيكشن ايه طيب اه مثل افيدنج اف دا بيبي انتي بتردعي ازاي هل طبيعي هل صناعي وهكذا اه في عندي بقى اهم حاجة في الابستاتريكا الاستوري واهم حاجة في الابستاتريكا الاستوري ده ان انت تبقى عارف حاجة اسمها فور زيرو سيستم ده خاص عشان ممكن يسألك بقى دي اللاعب فيها يعني الشيء تلاعب فيه في الابستاتريكا والجينيكولوجي كال ايه اه ماثودز ان انت اللاعب دلوقتي انا هسألك الفور زيرو سيستم ده عمله مع حد جينيكولوجي لا الفور زيرو سيستم ده عمله مع واحدة ما ولدتش قبل كده لا تمام الفور زيرو سيستم ده بسأل اه او اسمه فور ديجت برايتي سيستم بس انا بسميه الفور زيرو سيستم بسأل فيه عن اربع حاجات الست بتجيلي بتبقى والدة انا بسألها في الفور زيرو سيستم ده عن اربع حاجات اول حاجة number of full term deliveries او full term pregnancies من 37 اسبوع لاربعين اسبوع او 42 اسبوع يعني ايه اول سؤال هسأله لها انتي ولدتي كم مرة ماتيور بيبي يعني طفل ولدتي من شهر او عنده من 37 اسبوع لحد 42 اسبوع يعني ماتيور يعني ايه يعني خلاص اكتمل البيبي كان اكتمل مش نازل قبل 37 اسبوع تمام full term deliveries عدتي بالتسع شهور كم دين طيب بس مش هتقول nine months احنا بنتكلم بالweeks تمام من 37 اسبوع لحد 40 اسبوع او 42 اسبوع طيب السؤال التاني طبعا هتقولك مثلا مرة مرتين تلاتة السؤال التاني number of pre-term deliveries يعني ايه number of pre-term deliveries pre-term deliveries البابيز اللي ما اكتملوش او البابيز اللي قبل 37 اسبوع من 28 لحد 37 اسبوع 28 week لحد 37 اسبوع بيبو بريترم وبيتولدو كويسين ماشي عشان ما نفرق بيبو بريترم وبيتولدو كويسين انتي بقى ولدتي انتي بقى ولدتي كده مسلا في الثامن امتى انتي ولدتي في السابع امتى يعني كم مرة ولدتي في السابع وكم مرة ولدتي في الثامن بس انت بتقول لها هي ساعات في بيشانس بيبقوا عندهم شوية جهلة بالاسابيع وده مش حاجة عيب ولكن انت بقى لو هتتكلم معها مثلا كم مرة ولدتي في السابع كم مرة ولدتي في التابع كم مرة ولدتي بعد مخلصت تسع شهور كاملين طيب ده السؤال التاني بقى number of full term number of breeter الفولتر من 37-42 بعد كده السؤال التالت بقى اللي هسأله له هو number of abortion اللي هو أقل من 28 أسبوع abortion ده طبعا كم مرة حصل إجهاض الإجهاض بيحصل في البيبيز اللي هم أقل من 28 أسبوع يبقى السؤال الأولاني number of full term delivers يعني انت كم مرة ولدتي full term babies number of preterm delivers و number of abortions يعني كم مرة حصل إجهاض آخر سؤال وده عشان نركز فيه number of live birth أو living children يعني كم مرة انت حملتي وولدتي والأطفال عايشين number of living children الأطفال اللي معاك يكام دلوقتي تمام لأن ساعات ممكن يحصل عندها ما هو إحنا قلنا إحنا بنسأل living children لأنه ممكن يكون حصل مثلا أبورشن مرة ممكن يكون حصل مثلا أنها ولدت بريترم مثلا مرة لكن يهمنا قوي في الأبورشن برضو فأنت بتسألها الأربع أسئلة دول المفروض المفروض في الفورزيرو سيستم أن أنت ما تحسبش الطفل اللي لسه مولود أنت بتحسب الأطفال اللي قبل الطفل اللي لسه مولود أو بتحسب الأطفال اللي قبل الطفل اللي هي حامل فيه يعني ما ينفعش ما ينفعش ست تكون والدة لطفل وتحسب الفورزيرو سيستم من أول الطفل اللي هي والداء ده لازم تكون لازم تكون عارفه اللي هما معاها مستثنى منهم الطفل اللي هي لسه والده تمام طيب ده جزء في الابستاتريك الهيسري نيجي بعد كده بقى على حاجة اسمها استيميتي الديت او دي لفري ازاي بحسب يوم الولادة ازاي بتحسب يوم الولادة عادة كانت هي بتقول ان انت بتحسب تسع شهور زائد سبع تيام تقريبا ولكن هنا احنا بنحسبه ازاي ان احنا بناخد الديت بتاع اول يوم لاخر من ستيروال بيريوت جت يعني انا بحسب اليوم يعني ديت اليوم اللي هو اول يوم لاخر من ستيروال بيريوت يعني مثلا انت قبل ما تحملي اخر دورة جتلك مثلا يعني مثلا سيء 28 فبراير دي اخر دورة جتلك طيب انتي بتحسبي بقى الفيرست دي بتاعها اول يوم هو يوم 28 ماليش ده هو بقى يا خلصة امت طيب انتي بعد كده خدتي اول يوم تمام كاونتنج فورورد باي ناين مانت ان ادنج سيفن ديز تمام بتحسبي الكاونتنج فورورد دي ان انتي بتزودي عليها تسع شهور تمام وحطي سبع تيام تمام او سابستراجت تلت شهور من اخر وحطي سبع تيام تمام يعني مثلا بيقولك هنا مثلا واحد نوفمبر المفروض هتساوي الاستميدة تمانية اوجست يعني انتي جاتلك اول يوم جاتلك في البيريد هو واحد نوفمبر وبعدها ما جاتش يعني واقع بعدها خلصت وبعدها المفروض ان انتي بقى خلاص حملتي يبقى هتحسبي اليوم ده وبعدها هتحطي طبعا تسع شهور انتي حسبتي اليوم هتحطي تسع شهور يبقى تسع شهور واحد حداشر يعني كام استلي نحسب مع بعض تسع شهور واحد حداشر تمام واحد نوفمبر يبقى شهر التسع يبقى المفروض ان انتي هتوصل لحد ثابعة او شهر تمانية يعني انتي بتحسبي بقى من اخر من اول يوم وتحطي سبعة تيام يعني واحد تمانية وبعد واحد تمانية هتحطي सبع يبقوا تمانية ايه? تمانية تمانية. طيب. اه دي المفروض بقى ان احنا بنفترض انه اه المثوذف كالكوليشن دي مش ثبتة مع الكل. ليه? لانه مش كل البنات او مش كل الستات اللي هتحمل بيجي لها المستيروال بيريود بتاعتها منتظمة. ممكن هو اصلا الهلسي المستيروال بيريود بتبقى من 28 يوم لحد 40 يوم عادي جدا. وممكن واحدة تعدد 28 يوم وتجي لها بعد 35 يوم. ممكن واحدة تجي لها بعد 38 يوم. 37 يوم. فهي مختلفة. طب المفروض ان احنا هنحسب ديه على اساس ايه? ان انتي بتاعتك 28 يوم. دي اول حاجة. بيحصل في اليوم اللي 14 من السايكل. يعني انتي في ناس بتاعها مش بيحصل بالزبط في اليوم اللي 14. يبقى احنا اول افتراض ان احنا البيريود بتاعتك تبقى 20 يوم. او الانس بتاعها 28 يوم. الافيوليشن بيحصل في اليوم نا 14. ثالث حاجة ان السايكل بتاعتك نورمل. يعني لان انتي اصلا بعد ما بتوقفي عبوب مناء الحمل ما بتبقاش منتظمة. تمام? اه 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 وما بتبقاش برضو منتظمة بعد 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 البريفيس بريجنانسي. فانتي لازم تكون عشان احسب الاستيميت الديت اوف ديليفري ان انتي المنستر والبيريود بتاعتك تبقى 28 يوم. المنستر والبيريود تكون عادية مش بعد مسلا ما اقفتي حبوب مناء الحمل او هكذا. اه بتاعك يكون في اليوم الاربعتاشر تمام? عادة بيحصل في اليوم الاربعتاشر. ودي الاستيميت او ديليفري ان احنا اه بنحسب اول اليوم نعرف الديت بتاع اول يوم من اللاست النستير والبيريود نزود عليه تسع شهور وبعد التسع شهور تمام? اه او نعد الحد تسع شهور قدام وبعد التسع شهور نزود سبعة ايام. طيب قلنا ان الطريقة دي مش بنفترض ليها افتراضات معينة. يعني ممكن ما تنجحش مع الكل بسبب ان هي لازم تكون 28 يوم. يحصل في اليوم الاربعتاشر وتبقى نورمال سايكل. تمام? طيب. اه بعد كده اه الاستيميت الديت او ديليفري نكمل فيه. لو السايكل بقى اكتر من 28 يوم. المفروض ان احنا اه هنزود الديفرنس بما بين السايكل لينز و اه 28 تكمبنسي. يعني ايه? يعني دلوقتي واحدة بتجي لها البيريود او اخر بيريود جات لها جات لها بعد 35 يوم. وانتي هتطرحي 35 من الـ 28. تمام? اه هيطلع تقريبا اه هتطرحي الـ 35 من الـ 28. فانتي اه هيطلع كام? هيطلع سبعة ايام. تمام? عشان ايه اه اه تقرني ايه تقرني الفرق ده. طيب. اه المفروض اه في معظم اه الكلانيكس بتاعة الانتي نيتل كلينيكس. اه فيه بريجنانسي كالكيليتورز دي تبقى ويلز تمام موجودة. فيه برضو اكستنسيب رينج اف بريجنانسي كالكيليتور ابس فور سمارت فونز افلبل تو داونلود فور فري. يعني ايه? يعني دلوقتي حتة ان انت تحسبي الـ بقت سهلة. موجودة في الانتي نيتل كلينيكس عادي. موجودة برضو في اه الابليكيشنز اللي بقت على الموبايلز بقت سهلة قوي ان انت تعرفي منها الـ بقت سهلة قوي انت برضو قديت الـ بريجنانسي بيه. ممكن استخدمه. اه ولكن انا ممكن استخدمه لو انا عم استخدمته قبل اه عشرين اسبوع. تمام? بعد الوقت دا بيبقى فيه طبعا في الجروس ريتز اللي هي معدلات النمو طبعا في الفيتس. اه بتاعت الـ يعني في كزا طفل. اه قبل عشرين اسبوع بيبقى الموضوع محدد شوية. بعد عشرين اسبوع بتختلف. طيب. اه فده بيخليه طبعا ان انا ما قدرش استخدم الجهاز الـ Ultra Sound. لو استخدمت الـ Ultra Sound سكان هيبقى فيه يعني In-accurate data او In-accurate estimation للـ date. تمام? مش هقدر اعرف اللي بشكل كويس. طيب. يبقى ده معناه ان الـ Ultra Sound Defined Dates are more accurate than those based on a certain انت لو عايزة تحسبيه بتاعك بجهاز الالتراساوند وهو اصلا بيقولك ان هو بيديك مور اكيرت داتا اكتر من ان ان انت تحسبيها باللست من السيروال بيريوت ليه لان قلنا ان بتفترض او عايزة افترضات معينة ان السايكل بتاعتك تبقى نورمل ان السايكل بتاعتك تكون كله 28 يوم اللينس بتاعها وان كمان عادة بيبقى في اليوم ال 14 طيب يبقى انت المفروض ان انت لما تجي تحسبي بقى ممكن تستعملي جهاز الالتراساوند سكان ولكن الالتراساوند سكان قلنا ان هو احسن قبل العشرين اسبوع في استخدامه تمام لان معدلات النمو المختلفة عند البيبيز طبعا في في فروق بتحصل ما بين كل اسبوع واسبوع ما في نمو البيبي وكل اسبوع معين مفروض ان البيبي بينمو بنموه معين فده بيختلف بعد العشرين اسبوع في بيبقى صعب او انسو طب لان انا استخدمه فانت بتبقى مور مور اكيرت لوانت قبل عشرين اسبوع استخدمتي وحسبت الديت في بي الالتراساوند سكان تمام في بقى بعد ما خلصنا اللابستوطريكiste تاني تاني اهم حاجة في هوا الجاينيو والجاين الكاليهيو ويبقى خاص بامراض النساء بس تمام المفروض ان انا اول حاجة بسألها اللاست النسترول بريود انتي قتلك امتا بسألها بقى على المنسترول هستري فيه بقى المنسترول هستري اول حاجة اسمها الميناركيل الميناركيل ده اللي هو اول مرة البنت قتلها او اول ديت البنت قتلها في البيريود في حياتها يعني ده field of first and sterol cycle والديت بتاع اول من sterol cycle جات لها المفروض النورمال من 9 ال16 سنة يعني النورمال للبنت من 9 سنين لحد 16 سنة غالبا بيكون 13 سنة طيب اهم حاجة في ال gynecological history ان انا بسألها على المنسترول history تمام وبسألها اهم حاجة عتتسئل فيها الميناركيل ميناركيل يعني ايه date of first and sterol cycle اول مرة البيريود جت للبنت كانت امتا تمام غالبا يعني 99% من الحالات هتقول لك مش فاكرة مش فاكرة ديت مش فاكرة امتى تمام ولكن هتقول لك مثلا جات لي وانا عندي 13 سنة جات لي وانا عندي 11 سنة تمام طيب الفريقونسي بسألها انتي الفريقونسي بتاعتك انتي بتجيلك كل قدقي يعني كل 28 يوم ولا كل 32 يوم ولا كل 40 يوم تمام لازم بتسألها انتي بتجيلك كل قدقي بتتأخر عليكي ولا بتيجي بسرعة بتيجي كل مثلا في ناس بتجيلك كل 13 يوم وده طبعا شيء يعني اب نورمل فده بيحصل كتير الديوريشن بقى تسألها السايكل بتاعتك بتقعد كم يوم هو النورمال من 3 ل7 تيام النورمال يعني من 3 ل5 كمان ولكن في ناس بتطول معها في ناس بتقعد معها 3 تيام فده نسألها طيب امينورية امينورية دي يعني الدورة بتقطع يعني المنستر والسايكل مش بتيجي تمام بتقعد فترة بتقطع دي الabsence of period تمام الامينورية بتسألها انت الدورة عندك بتقطع تمام بتقطع كم مرة قطعت اي اي بتقعد قدقي ما بالجيش كده طيب عندي حاجة بسماها برايميري امينورية دي معناها ان هي تكون ما بدأتش اصلا ان هي جيلاها بريود وعدة السن اللي المفروض يجيلاها بريود وخلاص مجت لها يبقى دي برايمري امينورية تمام اللي هو إيه الوين الجيرل حاز ناط ستارت من استر ويتنج تل دقيق يجيو في 16 يبقى عدد 16 سنة والبيريود لسه مجات لعيش تمام دي البرايمري يبقى اكيد فيه ساكندري الساكندري دي بقى طبعا بتبقى ان البيريود هاب من ابسن فور لونجر دان سكس مونت وغالبا الساكندري هي بتبقى طبعا قطعة لمدة اكتر من ستة شهور الساكندري بتبقى يعني مرتبطة اكتر بالباثولوجي بتاع الجينيكولوجيكال ديزيز تمام البرايمري دي ما بتجيش غير معها البنات اللي هم عدد عندهم سن 16 ومجات لهمش يعني البيريود مجات لهمش ولكن الساكندري هي ان ده بسى غالبا اغلب الوقت بيبقى بسبب باثولوجي باثولوجي في الجينيكولوجيكال ديزيز او ليه علاقة بالجينيكولوجيكال ديزيز تمام عندي بقى حاجة اسمها اوليجو امينورية اوليجو امينورية دي معناها ان البيريود انفريكوينت يعني ساعات بتتأخر لمدة 42 يوم او اكتر شهر شهرين تلات شهور ما بتجيش تمام والأوليجو دي ما بين البرايمري والساكندري او الاوليجو امينورية دي الامينورية دي اللي هي حاجة اقل ان الساكندري شوية دي ان البيريود بتاعتك خير منتظم انت هتسألها بقى انت هتسألها يا مدام طيب انت البيريود بتاعتك دلوقتي جت او المنركيب بتاعك اللي هو ايه اول مرة جتلك فيها ايه طبعا هتقولك انا مش فاكرة ده طبيعي تمام طيب الفريكوينت انت بتجيلك كله قد ايه 28 يوم 32 يوم 42 يوم اربعين يوم تم منتظمة ولا مش منتظمة الديوريشن تساعات بتسألها على الاماونت تدم كتير تدم قليل الديوريشن سايكل بتستمر قد ايه 3 ايام 7 ايام 5 ايام تمام امينورية طبعا هو اكتر من 7 ايام منبتدي نشك ان فيه بطولوجي برضو عشان كده احنا منسألها امينورية هي الابسنس في منها برايمري ان البنت تكون عدة 16 سنة وما جتلاهيش اصلا خالص في حياتها ايه والالساجنري طبعا بتبقى منها قاعدة 6 شهور ما تجيش بس ده غالبا بيبقى وراه سبب مخفي كده ان هو يبقى فيه دزيز بطولوجي يعني طيب وليجو امينورية ان انت الدورة بتاعتك مش منتظمة البيريود انفريكوينت يعني انت هتلاقي سايكل ان هي بتيجي 42 يوم مرة خمسين يوم مرة شوهر مرة 2 مرة 3 وهكذا تمام طيب بعد كده بسألها بكمل طبعا الاسئلة في بها حاجة اسمعها مينوراجيا مينوراجيا هي يعني مينوراجيا ان انا بخسر اكتر من 80 مليلتر اثناء المفروض ان انا بخسر البلاد لص بتاعي في كل مرة او في كل منص المفروض ان هو يكون 35 مليلتر مش اكتر تمام ده طبعا اكيد له مشاكل وبيسبب انيميا وحاجات كتير فانت عشان كده بتسألها انت الكمية عشان كده بقولك انت بتسألها الاماونت بتاعت الدم عاملة ازاي كتير قليلة طبعا في حاجات احنا بنعرف بها اكتر يعني الكمية عاملة ازاي فعشان تعرف الحاجات الديفناشنز دي مهمة اوي مهمة ان انت تحفظها مهمة ان انت تبقى عارفها يبقى المينوراجيا غير الامينوريا غير الاليجومينوريا تمام طيب المفروض بقى تسألها انت بتغيريها مثلا في اليوم طبعا بسألها وبستخدم حاجة اسمها بكتوريال شارتز عشان تديكي اوبجيكتف انفورميشن اوبجيكتف انفورميشن دي اللي هي حاجات المفروض ان احنا كلنا بنتفق عليها ما بنختلفش عليها اوبجيكتف دي يعني بتختلف من شخص للتاني ان احنا مثلا نقسها دكتور مثلا اسهب بالطريقة دي فطلعت معي نتيجة دكتور اسهب الطريقة دي فطلعت معي نتيجة تانية فانتي بتستخدمي حاجة اسمها بكتوريال شارتز المفروض ان هي بتحسبي بيها كمية الدم بتبقى عاملة ازاي فدي لما تحسبي بيها هتطلع لك مور احنا مش بنقول انها هتطلع اوبجيكتف يعني ديفينيكتلي اوبجيكتف لا هتطلع مور اوبجيكتف ايه انفورميش طيب المفروض هل نقول لها هل عندك اي بلاد كلات موجودة جرطات او او تجمعات دموية او كده بريسنز الفلو دينج ويتش مين من ستيرو البلاد سوكس ثرو اول اه برو تكشن تمام فلو دينج دي يعني الدم كتير اوي ساير تمام ولا الدم نازل كتل تمام بتفرق طيب السامتوم زوف انيميا مي بي بريزن مي بي بريزن محلات المينوراجيا بقى ده اللي انا بقوله يعني المينوراجيا دي انت هتسألها انتي بتغير كامبات في اليوم انتي بتستعمل طبعا بكتوريالشارت انتي الدم بينزل كتل كده مكتل كتير ولا الدم بينزل فلودنج يعني بيغرق الدنيا يعني اللي هو سايل طيب انتي طبعا بيجيلك انيميا بتدوخي بتتعابي بتخلص بتلاقي نفسك مفرهضة وهكذا طيب فيه طبعا افكتوف مانسز ان لايف ستايل ان تريتمنت ترايد بريفوسلي يعني انتي حاولت تاخدي اي نظام لك الموضوع شوية حاولت تاخدي اي قلل الدم شوية اخدتي فيتامينات ولا لأ زبطت اكلك ولا لأ وهكذا كل ده بيفرق تمام في الاي في الجينيكولوجيكال اي هاستري تمام بعد كده في حاجة بها عندي اسمها انتر منسترول بليدنج ده معناه ان انت اه ما بين كل بيريودو التانية بيبقى عندها براون او بلادي دي ستشارج بينزل ما بين كل بيريودو التانية اسمه انتر منسترول بليدنج المنسس تمام الانتر منستر والبليدنج احنا كنا بنتكلم ان هو عبارة عن براون او بلادي دس شارج ما بين البيريود يعني ايه الانتر منستر والبليدنج ده بيحصل اثناء المنستر والسايكل الفترة اللي السايكل بتاعتك فيها منتظمة لهمة 28 يوم ده بيبقى دم لونه بني تمام وده بيبقى دس شارج الدم ده بينزل في الايام اللي ما بين البيريود وده بيبقى غالبا بيبقى سمتم او بيبقى اكوز لانه مثلا فيه بري كانسرس باثولوجي او كانسر تمام في السيرفيكس فلازم ناخد بالنا طيب في بقى حاجة اسمها بوست كويتل بليدين ده بيبقى ده براون او بلادي ديس تشارج افتر انتركورس البوست كويتل بليدين بيجي افتر انتركورس وده بيبقى برضو بلادي او براون ديس تشارج وغالبا بيبقى انفكشن لازم نعرف هو سببه ايه تمام ده سعاد بيكون سبب انفكشن ولازم يبقى فيه تحاليل بقى او تشاكينج كتير عشان نعرف هو سببه ايه طيب كده نكمل في بقى البوست منوبوزال بليدين دي الست اللي بعد ما بتعدي طبعا صن اليأس بيجي لها نزيف ده برضو هيبقى في بليدينج بيبقى اكتر من سنة بيعني مور زان يير افتر دي لاست بيريو انتي جا انتي بعد ما عدتي بالمينوبوز بقى لها سنة مش بتجيلك اه بس حصل بليدينج انتي ده ممكن يكون عرض طبعا دي ال 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 كانسر بداي السيرفيكس او اليوتيراين كافيتي تمام ابنورماليتز دي غالبا بيبقى كانسر في السيرفيكس او اليه او اليوتيراين كافيتي تمام طيب اه من اخطر الانواع تمام اه في بقى ال ديس مينورية ال ديس مينورية دي بين اسناء المنسز بين اسناء ال بيريود وده الطبيعي تمام في منها وفي منها ديس مينورية ده معناه انها مش بسبب مرض معين لان السكندري دي غالبا بيتباعها باثولوجي او بلفيك باثولوجي يعني اه باثولوجي خاص بالبلوث تمام اه برايمر دي بتبقى كرامبنج عادية جدا في في بتاعتها عادي تمام بتخلص نركز ان البرامري ديسمنورية ده بيخلص او الكرامبنج بيخلص في وقت انتهاء البريود بتاعتك بالضبط تمام بيبتدي من قبلها وبيستمر معها وبيخلص معها لما بتخلص تمام وده بيبقى موجود في اليونج وومن تمام وبيتحسن يعني بيقل مع الاج او حتى بعد الجواز او بعد البرجنانسي طيب ايه سبب الديسمنورية ايه سبب البين قالوا ان ما فيش سبب واضح قوي للبين ولكن السبب اللي هو احنا اكتشفناه او عارفناه هو ان في موجود بروستا جلندنز في اليتراين او اليوترس البروستا جلندنز دي هي مسببات الالم اللي بتعملك قلم اثناء البريود طيب يبقى الحل ايه ان انتوا يبقى مافيش ايه مافيش بروستا جلننز احنا نوقف البروستا جلندنز طبعا المسكنات اللي بتعمل كده ولكن البرجنانسي يعني افتر بريجنانسي مخصوصا بتوقف الايه او بتقلل البروستا جلندنز وبتقلل الالم تمام طيب RELACSONG METHOD تمام. اه تقلل. او ممكن تشتغل معدى دياموس هكينات تحسن لها لايف ستايل بتاعتها. اه ولكن السكندري دي ما قدرش عمل فيها كل ده. ليه لان هي بتبقى السبب باثولوجي. المنسترويشن has not tended to be painful in the past and is more likely to indicate بلفيك باثولوجي. بلفيك باثولوجي تمام. دي ما بتبقاش اثناء البيريود فيه وجع. لا ده الوجع بيجي قبل البيريود وبيخلص اول ما البيريود بتبتدي. يعني فرق ان الوجع بتاع السكندري دي سمينورية بيجي قبل البيريود تمام بكم يوم كده مثلا. وبيخلص اول ما البيريود بتبتدي. يعني اول ما الدم بينزل تمام بيبتدي وجع الاي السكندري دي اسمينورية دي ما بيبقاش موجود. تمام? ده غالبا بيينديكيات بلفيك باثولوجي. لازم او كرام يعني مشكل كتير لازم نبقى عارفنا. اه 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 ده الايه اللي اسم نورية. طيب. في بقى عندي نوع ثالث اسمه كونترسيبتف هستوري. الكونترسيبتف هستوري ده الهستوري اللي بتاخد فيه اه 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 اللي يعني في شريط المرج بتاعتها اخدت كم مرة مثلا او اه استخدمت وسائل مانع الحمل ازاي. طيب. دلوقتي المفروض ان انا هاسألها انت استخدمت وسائق المنع حمل قبل كده ولا لأ هتقولك أو هتقول لك. او هتقول لك لا. قالت لك أو طب استخدمتي ثانية. I200 3 That are using at present injection. حقا. الباتش. انتري تورين. دي فيس. اللي هو اللوب او الكلام ده كله طائب. انتي اسك brother. debia. انا انتي اسك rather any problem with choosing الجسم المياه فتلاقيها بتدخن. اذا عندك اي مشاكل. تمام. الستات اللي بعد سن اليأس بيحاولوا ان احنا نستخدم معهم علاج اسمه اسمه هورمون لان المينوبوز اصلا ده عبارة عن ان الاستروجين بيبتدي خالص خالص خالص. ها الاستروجين ده كان بيساهم في انه العظام تبقى كويسة. الصحة تبقى كويسة. ولذلك اغلب الستات اللي بيعدوا بسن اليأس بعد سن اليأس بيجي لهم طب ليه? لانه طبعا الاستروجين اللي كان بيساهم بشكل كبير في البون دنستي والكلام ده كله كان بقى قليل جدا. عشان كده ببتدي تديله هورمون ريبليسمين تيروبي استروجين ولكن مش استروجين صريح. تمام? لان الاستروجين لو زاد قوي يعني في الجسم بوست مينوبوزل ممكن يسبب كانسر في السيربيكس. فانا بدي استروجين زائد حاجة معي يعني استروجين زائد بروجسترون وهكذا. تمام? فانا بدي استروجين تمام? فاليوز من اليوز اج اوف هورمون ريبليسمين تيروبي. لازم اسألها هي استخدمت قبل كده ولا لا? تمام? وخصوصا لو الست ايه? بوست مينوبوزل. ده الايه? ده كونترسابتف هستري. تمام. بعد كده في بقى حاجة اسمها اه هل عندك اي بينزل من الفاجينا? تمام? افرازات. تمام? اه لونها ريحتها. لانه احنا عندنا افرازات عادية وطبيعية بتنزل اصلا من الفاجينا. تمام? ودي بتبقى اللي هي المفروضة الطبيعية. اللي هي لونها شفاف. ملهاش ريحة. اه انما في افرازات معينة. دي بتبقى اه طبعا يعني ممكن يكون معظمكم كبنات عارفينها. اللي هي ريحتها بتبقى زي ريحت السمك. اه بتبقى اه افرازات لونها اه غريب اه اه كتير. دي بقى ممكن يسبب. يمكن يكون في اصس انفكشن مسلا. او ممكن يكون في اه انفلاميشن. ممكن يكون في مشكلة. فانا بسألها الديوريشن الامونت الكالر السميل الريلشنشب توسايكل. هل انتي مثلا بيقلب فاجينا ديس تشارج قبل البييود دي طبيعي. اه 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 قبل الحمل بيقى فيه فاجينا ديس تشارج برضه طبيعي. انما في ديس تشارج ممكن تكون ابنورمال. اه ممكن ديس تشارج نورمال دي قلناها او بي اسوشياتي دو باثولوجيكال كونديشن زي اي? زي الانفكشن. طيب. في بريفيز جاينيكولوجيكال سيرجري. هل عملت اي عملية اه جاينيكولوجي? يعني هل انتي مسلا اه اه عملت استقصال الرحم قبل كده. اه عملتي اه لان استقصال الرحم بيبقى اجزاء. ما مستقصقش الجهاز كله. طيب انتي اه هل عملتي في عمليات بقى كتير يعني اللي هي دي المهبلة وتوسيل المهبلة الكلام ده كله. تمام. اه البيلوك ديس اوردرز. البيلوك ديس اوردرز هل انتي عندك مشاكل يورين انكونتنانس جانيتل برولابس. ودول غالبا اليورين انكونتنانس والجانيتل برولابس. غالبا من اكتر المشاكل اللي بتتعرض لها الست بعد النورمال ليبر. والسيزوري انسيكشنس اكتر النورمال ليبر. ليه? لان النورمال ليبر هنلاقي ان فيه ترومة اثناء النورمال ليبر بتحصل للست في البلدر. ودي بتستمر مدة معينة فبيعمل لها ستريس انكونتنانس. ستريس انكونتنانس هو تصرب الايرادية في البول. تمام? تبقى قاعدة بيزيد مثلا مع انها بتكوح مع الضغط اللي بيحصل على الابدومن تمام? الابدومن بتكوح بتعمل مجهود اي حاجة. فده بيبقى عرض طبيعي تمام? وساعات ده يجي بردو بعد الولادات المتكررة. زي قرضو الجينة البرولابس. برولابس سقوط في العضو بتاع الاعضاء التنسولية. ممكن يكون فوجينا levolabس وممكن يكون utyrinal levolab مع بعض. تمام? وساعات بينزل معها البلدر ساعات بينزل معها الريكتم. لنركز ان الجينة البرولابس من السقوط اللي هو بتاع الأعضاء التناسولية لأنها بتتحس بتنزل عمكانها الطبيعي اللي المسك الجهاز التناسولي ده بالبلوك أو بالبلوك فاشيا تمام الليجامنس دي بتضعف بتحس زي من تي كانتك شدة حاجة جامد قوي 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 مثلا وفجأة رخت فانت لما ترخي خلاص انت كده معنا ان بيحصل ايه دي بتقع شوية عن مستوى الطبيعي فده الجنة البرولابس بيحصل اكتر الوقت مع برضو ريكارنت بريجنانس فيه اكيد باثولوجس كتير ولكن مع ريكارنت بريجنانس بيبقى موجود اكتر ويقرانك بالفك بي وده برضو بيبقى له اسباب معينة